هنروح للسيدات كرة سيدات البسكت بكتابة كابتون طريق خيري انتم عارفين طبعا ان هم كان عندهم مشتراكات وكاس مصر والفرحة طبعا بكاس مصر ولكن خلاص الفرحة وقفت خدنا 48 ساعة راحة رجاء تاني للتدريبات كابتون طريق خيري الحقيقة بدأ يركز اكتر على الفترة اللي جاية وعنده بطولة واحدة متبقية هتبقى مع نادي سفورتينج احنا كسبنا هليوبلس والناحية التانية كسبوا الجزيرة وتأهل احنا كسبنا اثنين من اثنين وسبورتينج كسب من اثنين والنهائي المكرر بقاله 3-4 سنين الاهلي وسبورتينج في دوري السوبر هتلعب بستو في تريه التلات مباريات طبعا ما لابنهمش الاسبوع عشان تريه ون تريه عندهم من اشتراكات ولكن يعني نتمنى كل التوفيدي اخر بطولة فرقتنا حصدت الكأس السنادي وبطولة القاهرة يتبقى السوبر طبعا سبورتينج اخدت الدوري المرتبط وخدت افريقيا فكده احنا بطولتين وصد بطولتين بس طبعا يمكن بطولة افريقيا قتل شوية عند سبورتينج ولكن يتبقى دوري السوبر نتمنى توفيقي طبعا فرقتنا هتبدأ تستعد طبعا على خفيف للمبران النهائية وتدخل في الجد خلال الايام اللي جاية ان شاء الله وهيبقى في رفع الاحمال طبيعي والشغل الفني لان الفرقة فيها غيابات كتير جدا واسابات وكابتن طريق حريص على انه يدخل النهائي وهو افضل فرمة واجهز حال لكل اللاعبات نهائي الدوري هتلاعب زي الموسم اللي فات يعني هيبقى سلسلة بري اوف مكون من خمس مطشاط هيبقى بيست اوف فايف مش بيست اوف سري مباريات السايدات السنة دي هتبقى بيست اوف فايف وهي هتبقى حملة كبير جدا النهاردة انت عايز بنشك قبل الاساسيين مش هتقدر ابدا تلعب خمس مباريات بنفس اللاعب ده انت لو روحت لجيم فايف ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بتاعة المباريات بس انا رأيي متواضع ان احنا هنروح لجيم فور وجيم فايف احتمال كبير قوي لان المنافسات والمطشاط بتبقى كلوس جيم جدا فانا حاسس ان احنا هنوصل لجيم فور وجيم فايف وده هيكون طبيعي مع فرقتين دايما المطشاطهم بتخلص كلوس جيم